صباح الخير يا بنات ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. اه نطلع بقى شوية من مطبخ يا ريت بقى طالما احنا كده كده قاعدين والدنيا كده يعني فيه وقت ما شاء الله عندنا يعني عندنا وقت كبير جدا دلوقتي اللي احنا نعمل كل حاجة. تمام? عندنا وقت اللي احنا نضفتنا ومطبخنا ونعمل اكل وحلويات وكل الدنيا ايه? زي الفل. طب واحنا فين? يعني بالنسبة اللي احنا فين? احنا يعني نهتم بقى بنفسنا شوية. فالنهاردة قررت اللي انا اعمل لكم الروتين بتاعي انا اليومين دول بجد والله اه انا وبناتي شغالين بقى في اه في الشعر. انا عايز اقول لكم بجد بجد اليومين دول اه اكتشفنا حاجات جديدة للشعر بصوا انا كنت بجيب حمامات كريم والله غالية جدا. اه بميات وبامتنات وتلتميات وحاجات كده. عايز اقول لكم اليومين دول بعمل مسكوات للشعرلية والبناتي روعة. والله والله انتو عارفين وانتو يعني عارفيني انا لما بقول لكم على حاجة بتبقى ايه موصوك فيها. وانتو جربتوني في كزا حاجة قبل كده. والحمد لله ولله الحمد عمري ما قلتلكو على حاجة مش حلوة. تمام? جربوا بقى المرة دي شعركو لو انت شعرك هايش. لو انت شعرك اه بهتان. انا عايز اقول لكم ان الصبغة بتهلكلي شعري. انا بناتي مش بيزبغوا الحمد لله. بس با اه طبعا الصيف ومية البحر والكلام ده كله بتهلكلهم شعرهم. والرطوبة وكده. انا بقى الصبغة هي اللي هلكتلي شعري. وعملت قبل كده بقى ارجان وعملت بروتين وكده في شعري. البروتين ده بيموت الشعر. بجد بجد بيموت الشعر. بس انا عايز اقول لكم حاجة انا قبل كده عملت ايه? وعشان ما تعملوهاش غلطة ما عليش استحملوني بس في الكلمتين دول. هي غلطة كبيرة جدا انا عملتها مش عايزاكوا تعملو زيها. انا روحت قبل كده عشان اصبغ شعري كنت عاملاه احمر فجد اعملو لون بني. فالمهم قالتلي لازم نسحب اللون. نسحب اللون اللي هي تعمل لي الشعر بتعملو اصفر خالص وبعد كده بتصبغو. خلي لون واحد. ده بيسحب اللون. اوعوا اوعوا بجد لو انتوا عايزين شعركوا يعني يموت اعملو الموضوع ده. شعري من ساعتها انا شعري كان حلو جدا وكان فيه لمعة حلوة جدا وكان ضاري وكل حاجة. من ساعتها شعري اتبهدل وما بقاش فيه لمعة ما بقاش فيه حيوية. وشعري فعلا بقى وحش جدا بسبب الموضوع بقى بقى اهتان. حتى لما بقى عامله سشوار حتى كده بقى اهتان. عشان كده عملت بروتين او ارجان وكده قلت عشان يرجع له اللمعة بتاعة الشعر. بس برضو. طيب دلوقتي انا عايزة ادخل في الموضوع هقول لكم على حاجة مهمة جدا عن يعني روتيني في ان انا بعمل ايه في الشعر في شعري دلوقتي انا وبناتي وبعملو ازاي والسشوار ازاي يعني هقول لكم ايه كل حاجة يعني واحدة واحدة. بصوا في نوع اسمه ده حمام كريم تمام? اسمه فاتيجا. فاتيجا بالمايوناز. بالمايوناز ده حلو جدا جدا. ده ضد تساقط الشعر. وكمان كمان بيخلي الشعر طري. ويعني ملمسه طحفة. بجد يا بنات طحفة. وقبل كده انتو بعدتولي كتير. قلتولي يا غاية عايزين حاجة للشعر. بصوا. بصوا خلص ازاي? احنا بقى ايه كل يومين? يعني مرتين في الاسبوع بنعمله علشان شعرنا انا شعري مهلوك يعني. بس بعد كده هخفف هخليه مرة او مرة كل اسبوع الاول. اه وفي كمان بصوا حاجات فاتيجا حلوة جدا. جدا واسعارها خيال. بصوا ده بخمستاشر جنيه اهو. ده زيت الجرجير من فاتيجا. تمام? ده فوق الروعة. فوق الروعة بجد بمعنى الكلمة. انا بعمل ايه بقى? هو مفروض كل واحد لوحده. بس انا بعمل ايه? بعمل خلطة. بجيب من ده. بحط الشعري. انا شعري طويل. تمام? بحط الشعري كده. بجيب مثلا معلقتين كده. وارح حط لهم برضو نفس الموضوع معلقتين تلاتة من الزيت. اهو بصوا. هتعملي كده. اهو. معلقتين تلاتة كده من الزيت. زيت الجرجير ده اللي بقولكو عليه. كويس? سواني. المهم اقلبه كده. بصي. تقلبيه. هو الاول بيبقى ايه فاصل عن بعضه. كمام? بروح يمقلبه كده. هيدخل بقى كله مع بعضه. وهتروح جايبه شعرك. من الجدور من الجدر. بس. بس انا حلابسك اللي هو التاني ده. وهورهولهم. بصوا. هتروح جايبه شعرك. دي صارة بتغلس عليك العادة. هتروح جايبه شعرك. من الجدور لغاية الاخر. لغاية الاطراف. تمام? هتعوذي بيه هتروح جايبه يعني مشبعه كله بالخلطة دي. بصوا. اهو كله تدخل في بعضه. اهو. تمام? اهو. بصوا ما بقاش باين الزيت. هتروح يعمل الموضوع ده. من الجدور. وتشبعي بقى شعرك. ومش تقولي بقى لا اهم اعفها الغسيل حيدهنن والكلام ده كله. لا خالص. هتشبعي شعرك من جوه لغاية الاطراف. تمام? وتروحي لما بعد كده بتوكا. طيب. هتعوذي بيه قد ايه? انت ممكن لو عايزة تنامي بيه. تعملين بالليه تنامي بيه حلو جدا. انا بناتي ساعات بيعملوا كده. بس انا مش بعمل كده. مش بينفعي يعني ما مينفعش اللي انا ايه انام بيه كده بيبقى الشكل مش حلو. انتوا عارفين طبعا برضو الست برضو بيبقى شكلها لازم يا شكلها كويس بالبيت. فما برضاش اعمل كده. انا ممكن احطه الصبح وانا بعمل الاكل. واسيبه ساعتين. واروح بعد كده غسلان. طيب انت حطتي. في حاجة بقى عايزة اقولكو عليها. ده كده ماشي. اوكي. كده حلو جدا. بس انت لو عايزة تزودي اللمعين والتروة بتاعك ويبقى طري جدا. هتحي لابسة البني بتاعك. وعملاله اه حمام بخار. او ايه. بس انت طبعا ممكن ما يكونش عندك. انا هقولكو ايه الجهاز اللي انا بستعمله. وايه البديل لي. تمام? الجهاز اللي انا بستعمله بتاعي اللي هو ده. اهو. بصوا يا بنات. ده. هو ده بيتفتح كده. وبيتحطه على الشعر. انا دلوقتي اهو. بصوا بيتمسك كده بيتحطه على الشعر. تمام? انا هجيب بنتي دلوقتي حوريكو هحطه على راسها. وحوريكو بيبقى عامل ازاي. ده بديل الكوافرات. مش انت بتروح الكوافر وتعملي شعرك في الكوافر. ده بديل الكوافر. هتروح لابس البوني بتاعك. وقعدة نصف ساعة تحت الجهاز ده. ده هو براون. تمام? بس في منه بيتباع هنا. هقولكو برضو اسمه ايه? بنات. اللي بيتباع هنا بيتباع اونلاين ويتباع في المحلات اسمه برو كاب. برو كاب. حاجة زي كده. تمام? ده براون ده انا كنت جميلة من زمان جدا. من قبل ما تجوز كمان وعندي لغاية دلوقتي ما شاء الله يعني تبارك الله عليه. علشان كان حلو. آآ فعندي لغاية دلوقتي. في حاجة اسمها برو كاب. البرو كاب ده بتلبسي. على عملتي حمام كريم. عملتي حمام زيت بتلبسي. ده بيفرق معاكي يعني مسلا لو هو طلع حلو معاكي سبعين في المية. لا ده بيطلع معاكي حلو مية في المية. حلو جدا. تمام? هتعودي بنصف ساعة. وتروحي آآ بعد كده غسلية. طيب ما عندكيش ده. وما عندكيش البرو كاب. تمام? بس هو البرو كاب ده بمية وعشرين جنيه او مية وتلاتين جنيه. برضو لو جبتيه كن احسن. طيب لو ما عندكيش الحاجات دي هتعملي ايه? هتروح يلف شعرك ببوني. آآ بوني اللي هو بتاع الحمام ده اللي هو المشمع. وتروحي عندك السشوار مسلطة عليه السشوار. كده تعودي ربع ساعة تسلطي عليه السشوار. هيفرق معاكي جدا جدا جدا. الموضوع ده. السخنية. اه منصد اقول لكم قبل ما تحطوا ده. تسخنوا شوية. تسخنوا في المايكرويف او تسخنوا آآ آآ على على يعني كده تحطيه في سلطانية كده تسخنيه آآ شوية. هيفرق معاكي برضو قوي في السخنية يبقى احسن. وبرضو ده هيفرق معاكي في السخنية احسن من اللي انت تعمليه من غير سخنية. تمام? طيب في حاجة تانية عايز اقول لكم عليها برضو. دي دي طلعة جديد آآ او يعني هي بقى لها فترة. انا بصراحة صباح جابت هاليم السعودية وجبت واحدة من هنا دي بخمسة وعشرين جنيه. لما بستحمى بقى ما بلف الشعر بفوتة والكلام ده بيبقى بيبقى يعني بيبقى خشن كده على الشعر. لأ انت تلبسي دي. دي اولا مايكروفايبر. حين تمتص المياه كويس جدا وسانيا هتبقى نعمة على شعرك. ما بيبقاش في مياه خالص. لما بتشيديها مايبقاش في مياه خالص. وفي نفس الوقت يعني تحس ليه احنينة على الشعر. احسن من الفوتة. وما تعديش بقى تلف في الفوتة وتشدي بالفوتة وتعملي كده بالفوتة. الكلام ده كله بيوقع الشعر خلي بالك. هاتي دي. دي حلوة جدا. بتتمتص المياه. دي انا جبتها من عند هي وبس على فكرة عندهم برضو دي. انا فاجئت اللي هم عندهم. وكت صباح جايبها لي من الصعودية. وموجودة في في اي محلات برضو بتاعت الادوات التجميل. دي بخمسة وعشرين جنيه. تمام? آآ حوريكو بقى دي لما بيتحط على الشعر بيبقى شكله ايه. وآآ هتشوفو يعني على بنت. هي بنات هو كده بيتلبس اهو. على الشعر. اهو هي قاعدة اهو ده ده هرها وهي قاعدة. وآآ بيتحط كده على الشعر كده. اكنك عندك وفار بالزبط. افتحيه بقى يا رب. اهو شايفين? بينفخ كده على الشعر. اهو. وبتعودي بيه لمدة نص ساعة. اهو بيبقى عامل كده. شايفيني الشكل بتاعه? ده بدل ما تروحي للكوافر. بس خلاص يا راقت فيه. سواني بقى. بدل ما تروحي للكوافر ولا اي حاجة. هو بيبقى مخرم كده. وبيتميلي كله بالسخونية. وما تروحيش بقى للكوافر ولا حاجة. آآ تستعمليه. طبعا انتو براون ده هيبقى صعب اللي انتو تلاقوه. اللي قلت لكم عليه اسمه برو كاب. تمام? آآ هو ده فيديو النهاردة يا بناتي ربي تكون عجبكوا واستفدتوا منه. آآ يا ريت يعني يا ريت اللي يجرب المسك ده يقول لي. والحمام الكريم ده يقول لي. وآآ يكتب لي في الكومنتات تحت ايه رأيه فيه. وبس جربوه بجد والله هايل هايل. شعرك هيلمع. مش هيوقع. هيبقى طري. مش هيبقى هيش هيمنع كل الحاجات دي كلها. فجربوه قلولي وياربكم استفدتم الفيديو ما تنسوش اللايك واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم باي باي.